صباح الخير أهلا بكم في الحلقة 260 الموسم 22 من برنامج نعم أستطيع على قناة الصحة والجمال النهاردة دي خمس حلقلية طبعا ما حدش ينساني عشان أنا بزعل لو حد ينساني هزعل النهاردة بقى هتشاركني زملتي الإعلامية المستجدة هدير سامي زي كهدير عاملة ايه النهاردة؟ النهاردة بقى ايه؟ معايا النهاردة مزيعة مشاركة انتي مستجدة طبعا بس ايه؟ هتتعاملي بقى كإنك كإنك بالك عشر سين في مجال تقديم البرامج فالنهاردة تبقى الحلقة عن النجاح في الحياة وهنتكلم في شوية حاجات كده مع بعض منوعات بس يبقى يعني الفقرة الرئيسية بتاعتنا هي النجاح في الحياة وهنبدأ يعني الحلقة بظاهرة نجاح محمد رمضان الممثل الموهوب ولاعب الكرة الموهوب محمد صلاح مو رمضان ومو صلاح الاتنين دول أنا يعني معجب بهم وبحطهم كمثال للنجاح عندنا طبعا صورة أنا عاوزة أنزلهم للشخصين الرائعين دول بالنسبة لي أنا محمد رمضان هو مثال للنجاح داخل مصر وهو محمد صلاح هو مثال للنجاح خارج مصر الاتنين وصلوا لمستوى نجاح غير مسبوق وفي فترة ليلة وقبل سن الثلاثين انت اي رأيك يا هدير في الظاهرة دي هو ظاهرة محمد صلاح دي يعني ظاهرة جميلة جدا لأي شاب بس خارج مصر يعني في العالم الأوروبي بقى كده على مستوى العالم عمطة يعني وهو حقق إنجاز جدا في حياته انه هو قبل السن الثلاثين عارفي يوصل العالم كله بالشهرة القوية اللي هو الثهرة دي انت معجبة بمو صلاح أكتر من مو رمضان على فترة لأ هم رمضان كلهم مش هلو باش لأ أنا لحظتها بقى لأ بس هما الاتنين بصراحة أنا شايف ان الاتنين نجاحهم غير مسبوق الاتنين قدروا يوصلوا لنجاح يعني طبعا هو اجتهاد منهم وفيه ظروفة هيئت لهم أنا شايف إن محمد رمضان فيه ناس بتختلف عليه كتير وهو محل انتقاد ونقض ولكن هو شخص ناجح إلى أقصى درجة هو كلهم أقول أنا اسمعتها ببرنامج يقولك أنا ليه أوصل للعالمية من بره يعني ليه نسافر هوليود مثلا وأمريكا عشان أوصل العالمية من هناك لأ أنا أوصل للعالمية من بلدي وأوصل للجماهير الخارجية والأجنبية من بلدي مش لازم أسافر بره أيه فبرضو محمد رمضان أنا فيه حاجة بتحسابله ومعجب بيها جدا يكفي إن محمد رمضان ممثل مصري جاب جانكلود فاندام فاندام الممثل العالمي اللي كان نجم التسعينيات نجم أفلام الأكشن يجيبه مصري يعمل معاه إعلان ويطلع معاه في إعلان ده بالنسبالي حاجة يعني لو محمد رمضان ما عملش حاجة لبعد ولا قبل كفاية إنه قدر يجيب باندام معاه يعني دي بحقيقة أنا كنت منبهر حتى هو مرة قالك إنه هو وقت تصوير الإعلان كان واقف مستغر يعني كان أحيانا هو بيقف معقولة يعني هو برضه كان واقف مستغر شوف الدنيا غريبة إزاي فبصراحة دي حاجة تحسب له يعني هو لو أعمال فيه ناس بتحبها وفيه ناس ما بتحبهاش فيه ناس بتعجب بيها فيه ناس بتنتقدها ولكن في النهاية أعماله الفنية بتحقق أعلى مشاهدات أو بتبقى من أعلى المشاهدات سواء في رمضان هو نجم شباك أفلامه بتحقق إرادات عالية فهو شخص ناجح عرف في خلال فترة قصيرة إزاي يوصل لهذا النجاح المسبوك ويتفوق على ناس داخل الوسط الفني يمكن بقى لهم عشرين سنة وبدون ذكر أسماء يعني ناس وصلوا للبطولة المطلقة بعد عشرين سنة عم يمثلوا مثلاً من أين أنا كنت صغير شخص مراهق مثلاً في سن المراهقة فهو قدر يطلع بشكل سريع وقدر يطلع يحتل مكان قوي يحافظ عليها يعني يوصل للناس قدر يوصل للناس دي كلمة قدر يوصل للناس بس بشكل سريع أيوا بشكل سريع اللي هو قدر يوصل لقلبهم يمثلهم هو يعني أول ما ابتدى ابتدى اللي هو يمثل الناس الغلابة وما ابتداش بقى انه هو يوصل لل انه هو يمثل العربيات بقى والغنى والكلام دا لأ هو كان أول تمثيله كان انه هو ايه شاب جامس سعيد على قد حاله غلبان فبيمثل الناس كتير قوي فالناس كتير من الفئة دي تحبته كلامك مظبوط وهو دا اللي خلاه يوصل لقلوب الناس ويقدر يوصل للجماهير دي بالنسبة لمو صلاح هو برضو قدر برا في ملاعب أوروبا يوصل وعلى فكرة بالنسبة لمحمد صلاح ما فيه لعبة كرة كتير مشو يعني لعبة كرة حتى من مصر ومن دول تانية مشهورين ومعروفين بس ما قدروش يوصلوا لهذا النجاح الغير مظبوك لمحمد صلاح ان هو قدر بقى يبقى من أفضل لعب كرة القدم على مستوى العلم كيفية ان هو اسمه بقى جنب ميسي ورنالدو يعني الاسامي اللي هي العلمية اللي هي بقيت خلاص بقى ما خلاص كده مشهور ما فيش حد كده ما يعرفش مو صلاح مين يعني انت اول ما تقول مو صلاح كده بقى معروف لعب الكرة المصري الشهير اللي طلع اسمه مصر معاه وفي كل الدول العلمية تمام دي برضو نقطة كويسة انت بتتكلمي فيها برضو قدر يحط اسمه مع ميسي ورنالدو والناس دي وبقى يعني بقى على نفس المستوى بتاعهم وكان مرشح ان هو يروح نادي برشلونة تقريبا او ريا المادريد انا مش بتابع كل الاخبار بس هو كان مرشح ان يروح للنوادي دي فبصراحة هو من النمازج المشرفة برا يكفي ان انا كنت في المانيا قاعد مع شخص امريكي فبقوله انا مصري عليها مو صلاح مو صلاح فقاعد مع ايطالي مثلا في البيتراني ولك مو صلاح واحد قدر يحقق النجاح جوه مصر واحد قدر يحقق النجاح برا مصر والاثنين حققوا كمان النجاح المادي لان النجاح المادي ضم مطلوب على فكرة يعني ان انت قدري يعني انت مثلا بتدرس لغاية الجامعة او تعلم كورسات مثلا في الكمبيوتر ساينز او اللغات كل ده علشان تحقق دخل عالي في امريكا انت بتروح اعلى يعني اعرف جامعات العالم لها بمصاريف عالية وبتاخد كاردن البنك بفايدة عشان تدرس علشان بعد ما تتخرج تشتغل ويبقى دخلك عالي وكل ما بقى دخلك عالي كل ما انت بتقول انه شخص ناجح فمسألة تحقيق الدخل دوة المادي ومستوى تحقيق الدخل المادي ده بيدل عن نجاح فالناس دي برضو يعني من احد اسباب هم معانوا كتير اكيد يعني في حياتهم في بداية حياتهم معانوا كتير من ضغطات ومشاكل ومسائل اكيد طبعا واحد مش عارف تفاصيل عنها فهو اللي بيبقى ظهر للناس ان دوت ايه طلع كده مرة واحدة وتشاهر ووصل العالمية ده حاجة برضو بيوصل للناس فيه من ناس كتير قوي من فئة يعني معينة بيبقى جواها بقى ايه طاقة سلبية يقولك ده بص بسبب واسطة ده ده حد توسطله فعشان كده تلع يعارف انت اتجول غيره ده لا لا ما بيش حد يوصل العالمية بواسطة ده مستحيل يعني انت ممكن تتعين بواسطة تمثل بواسطة تدخل قناة فضائية بواسطة انما مش هتكمل وتنجح سواء في شركة عادية او تبقى مضيع مشهور او ممثل مشهور او لعب كرة مشهور بواسطة ده مستحيل ده بمجهودك الشخصي وبتفكيرك وبحق طقتك النفسية والاسرار والعزيمة العامل لنفسي دي انما ممكن في البداية الدفع دي بطبقى ممكن احيانا مطلوبة لكن ما تقدر يش توصلي للعالمية او للنجاح بس بيبقى فيه انتقادات كتير يعني بص كده على انتقادات الناس السلبية ليهم او كده بس هو يعني دوت برضو من جزء من نجاحهم هم فاهمني؟ احنا نلقى على نقطة تانية عشان وقت المرنامج ما يضعش عندنا بقى النهاردة علاقات العاطفية بين الشباب والبنات العلاقات العاطفية بين الشباب والبنات دي انا عاوزي تتكلمي فيها ابدأ انت بالكلام فيها الاول قولي رأيك لا رأيك بصراحة يعني ما بقاش فيه حب زي زمان يعني دلوقتي بقى كل واحد بيتكلم ويعايز يصاحب بس فترة وفي الاخر يوم ايه؟ سايبها شكرا كده يعني انا صحبته واتكلمته وهزرته وخرجته وما لقيتش مانية منها ان هي تقولي لقى على حاجة فمش معنى ان هي ما قالت لكش لقى على حاجة يمكن هي كان جواها خير من ناحيتك او هي فعلا شافت فيك حاجة كويسة قدرت ان هي ما تقولكش لقى على حاجة انت مثلا تعالي نخرج تعالي نقعد على كافيه الكلام ده فيه ناس كتير قوي بتشوفها من محمل دبع ايه؟ لا ده وكده انا خلاص هاخد منها اللي انا عايز واسبها فاهمني؟ لو كده هزرته واتحكت فما بيبقاش فيه وعود صادقة ما بيبقاش فيه شعور صادق في المواضيع دي وده نيجي النقطة مهمة الوعود ان الشباب او البنات حتى احيانا برضو البنات اه فيه بنات برضو بيت اه زي ما بيقولوا كده بتدي الصابونة كده للشاب برضو انا معاك فيزيك وفيه شباب برضو كده؟ الاكتر الشباب الاكتر ان بيبقى فيه الشاب هو بقى بعد ما العلاقة مثلا ما بتنتهي خلاص ما بيبقاش بقى فيه سلام ولا بيبقى فيه احترام لا ده ممكن يسمعها كلام يهنها يقول لها كلام مش كويس هنجي بالنقطة الفضايح والكلام وتسويق السمع يبضحها ويسويق سمعتها ويشويق سورتها طب ليه ليه خلاص انت انت فشلت في العلاقة قطعتها لا حق زي ما فيه شباب كتير يعمل علاقة مع واحد ما سبع له غرض معين وبعد كده ايه يقول لها انا مش عاوز اعرفك تاني لكن لو اقلتوا مش عاوز اعرفك تاني لا ازاي ثقافة الرجل الشارع والثقافة الزكورية والبلابلا دي انجي بقى النقطة تانية ودي على فكرة غدر الصحاب بعتيني بكام يا عشري اه خمس بواكي دي جمدة جدا او عشرة جنيه اه والله ماكملوش كامل لا في الاخر براهم لا بيض قالوا خمس بواكي اه خمس بواكي صريح كم صريح معاه برضو اللي هو ما كدبش عليه وعشري صاحب صاحبه على فكرة اللي عشري صاحب صاحبه والسباعه في الاخر ووصله انه هو ايه يتقتل بسبب غدر الصحاب ده حاجة فضيع جدا بصراحة غدر الصحاب دوت يعني بتحصل على مدار مراحل حياتنا بنشوفها ان انت بتلاقي بتقابل الناس كتير قوي في حياتك زي كده يعني انت تلاقيه تبقى مصاحب شخص بتحبه جدا وخلاص اقتمنته على الاسرارك اول بس مايحصل فيه خلاف ما بينكو تلاقيه يخرج وقال بقى خرج كل اللي انت كنت مدهول وكده زي ما بتقول كده بتخزن معاه اسرار هو فتح عليها وطلعها للناس برا ده بيعمل ده بيساوي طب ليه الغل والحك ده يمكن عشان خاطر هو عمل حاجة كويسة في حياته وانت لسه مبسلت لهاش؟ ممكن برضا طب ليه الغيرة؟ هي بتبقى بصي مجموعة عامل نفسية سلبية بقى اللي هو ايه فشل في حياته مقدرش يحقق نجاح بيغير من صاحبه اللي حقق حاجة اللي هو لازم يبقى فيه سلام نفسي ما بينه وما بين بعض يعني فاهمني اللي هو ما يبقاش فيه غيره ما يبقاش فيه حك ده مع زي واحدة تدخل واحدة صاحبتها بيتها وتأكلها وتشربها ويبقوا مع بعض زي اللي اخواته اكتر وتيجي تقول كده هو واضح ان انت الموضوع ما اثر فيك لا هو موضوع عمطن بالناس كتير قوي يعني بتقابل الشخصيات دي غدر الصحاب بقى من الاخر كده المشاهدين هم نقطتين باعتين بكامية عشري ده غدر الصحاب غدر احب بقى بيبو فارق عجيجي وانت اينك هده من الايه من الموضوع دوت هنيج بقى ندخل ايه على ثقافة الاكل انا مش هتكلم بقى لقولك نظام الضايت واعملك مش هعمل في نظام ايه انا مش اخصائي احنا عندنا كمصريين ايه كل اكلنا حمر بطاطس حمر بتنجان وبني ومكرون وشامل ومحشي والكلام دوت حلو اوزي تمام معنا انا اللي بيغزني حمر بطاطس وحمر بتنجان وقلي ببصل وقلي ببصل ده ده دك عالكشة اريده اقلي بصل ايه 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 الحاجات كلها تلقى محروقة يعني البطاطس محروقة احرق بصل احرق بصل احرق توم احرق بتنجان احرق اي حاجة وكلها طبعا دهون مركبة اللي هي بتدخل بقى في الشرايين كوليسترول وارفع وبهدل الشرايين وبهدل الجزء نبقى ونبقى قد كده وتبقى عايز اتخفت وبعد ما بتدخن يعني ماشي قد قدرة الفول ليه احنا عندنا ثقافة الفاست فود والاكل في الشارع دي حاجات غنية بالسعرات الحرارية والدهون انت بتاكل ما بتصرفهاش الجسم ما بيعرفش يحرقها يعني اقول الكلام ده كله الجسم مش هيبقى متقبل من هو يحرق كل اللي داخل عليه دوت وغير كده وكده بعدها تلاقيه داخل حلويات بقى وسكرية يبقى عشان ننهي برضو الفاكرة دي هو اقول هالك يبقى انت اول حاجة تمنع السكريات تمنع الحلويات تمنع الكربوهايدرات تمنع ثقافة الفاست فود لازم مع الاكل الصحي اللي هو بيبقى فيه خضار الفاكرة ما تقطرش منها تاكل على قد احتياجك تحسب انت ممكن بتبزل مجود قد ايه وممكن تستهلك قد ايه الكربوهايدرات العيش لازم يتمنع الحلويات الشرقية والغربية تمنع الكشري طبق الكشري اللي انت هي وجبة حلوة بس وجبة مدمرة لان كلها نشويات ايه الفاست فود ده مفروض نقلل منه كلنا يعني انا برضو واحدة من الناس ان انا بحاول على قد ما قدر ما اقولش من الشارع ده بس مش عارف اتمنع منه جمالك ده بقى كله يروح في ايه في رمال الفاست فود ماشي فده اهم حاجة انك تتعودش تاكل وتقول لي لا انت تمنع الحاجات اللي بتزود الصعرات الحرية في جسمك وبرضو السكر يحط 3-4 معلق سكر ما هو انت بتحط 3-4 معلق سكر ده بيزود افراز الانسولين في الدم علشان يواجه حرق السكر وبالتالي بيخلي جسمك قابل انه يخز زندون اكتر الكلام ده انا بقولك بشكل عام في دقيقتين انما انت لو مارست رياضة ومنعت الكربوهايدرات والسكريات والنشويات هتلاقي جسمك الزبط لما وزنك بيزيد بيحمل على عمود الفقري يجيلك بقى مشاكل تانية ده غير تسلق الشرعين والكلام انا تشتريك كمان زيادة على الرجل تلاقي الحركة بقتقيلة على الشخص فده حرام يعني ان هو كده بيدمر نفسه صحته بالزبط ندخل بقى على اخر حاجة اللي هي تربيت الاطفال انا قبل ما ابدأ انا اقولك انا هلخص لك الموضوع ده هلخص المشاهدين في ايه في بالزبط في قصة صغيرة اينا اول ما اتخرجت وكدت ادبي كنت قدمت في التنسيق تجارة حقوق تجارة اداب حقوق كتبتهم قاهرة عن شمس حلوان قاهرة عن شمس جات لي حلوان تجارة كنت كانت تجارة خارجية اللي هي كانت في الزمالك دي زمان وثنالت جامعة حلوان وانا طبعا لما روحت اكتشفت انها يبقى في الزمالك ليت نفس انها يبقى في حلوان فانا كنت عاوز انقل جامعة القاهرة يعني منها بقى لله اللي هي كانت نصحاتي بديه هي توفت بس انا لو اطول هتطلعها من الطلبة واخنوها في تاني يعني لان انا طلعت بتأدير مقبول بسبب ان انا دخلت كلية انا عاوزها في مكان انا مش عاوزه ما ده غلط ده غلط انا لو كنت دخلت جامعة القاهرة زي ما انا عاوز بزنس ادمينستريشن او ايكونوم اقتصاد او ادارة اعمال كان زمان انجحت وطلعت بتأدير جيد جدا بعد ما خلصت عملت دبلومة اقتصاد العالمي وعلاقات دولية بجامعة انشامس كلية تجارة اخترتها ادخل محاسبة انا ما بحبش المحاسبة وكنت بس قط فيها لما دخلت اطلعت بتأدير جيد جدا ايوه لما درست ماجستير في المجال اللي انا عاوز اطلعت بتأدير امتياز المكان اللي انت ما بيبقاش متوافق مع نفسيتك مش متوافق حاجة جواك بتقولك لأ انت لازم تمشي لأ يبقى لأ خلاص يعني عشان خطر ما دخلش نفسي في حاجة اغرق فيها ولا افشل فيها اكتر يعني هحطم نفسي نفسيا انا طلعت بتأدير مقبول مش عشان ما كنتش بذاكر عشان روحتي في مكان ما كنتش بحبه وبالتالي ما بقيتش هزاكر بقيت اهرب من جامعة حلوانا اروح جامعة القايرة اعود مع صحابي طب انا ما كنت عدت في جامعة القايرة من الاول ورحت ادنادي كنت قد انت فيها صح وخلاص ويجاتلي الفرصة ان انا ننقل وبعد كده لا 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 خليك في جامعة وبرضو كانت غامبوليك ليه عاوز اطلعها من التربة اخنوها بيدي لانيا برضو يعني الشخص دوت او الست ديت يعني هي كانت السبب في ان انا افشل فعتي في جزء من حياتي واكتشبت بعد ما فات القوان ان انت لما بتروح مكان مش عاوزه او حاجة مجال بتدرسه ومش عاوزه بتفشل فيه لا اهو انت لازم تبقى في حاجة يعني تكون كويس وشايف نفسك فيها وشايف ان انت هتعمل حاجة فيها هتعلق فيها وخلاص وهتنجح وهتبقى شخص ناجح في الحاجة اللي انت عايز توصل لها دي خلاص كمل لها شايف ان انت هتفشل من اول خطوة يبقى بلاها الواحد بيبقى صغير ولا كسحنا اكثر خبرة منك اصلحنا ان انت متعرفش عني وانت مش اكتر خبرة مني انت جاي من جيل تاني غير الجيل بتاعي يعني انا النهاردة لما روح للجيل اللي جاي جيل الايفون مثلا هو كان ايفون 1 و 2 النهاردة ايفون 11 ومشعب يعني حاجة خلاص ده جيل تاني غير الجيل الاولاني مقدرش ان انا قرن جيل الالفين والانترنت وعلوم الكمبيوتر في جيل 2000 مجيل 2020 او حتى 2010 ايضا ايضا تكنولوجيا بتغيرهم بتغير تفكيرهم بتغير شخصيتهم حتى من يعني من جيل لجيل او من سنة لسنة عمتا تحس ان فيه تغيرات بتحصل لدماغ فاهمني يعني ده طبيعي بحكم تغير تكنولوجيا تفكير نفسه بتغير من سنة لسنة من سنة لسنة فبالك بقى كل خمس سنين وكل عشر سنين يعني حتى كل خمس سنين بيقولك في جيل جديد جاي طيب ما هو الجيل ده بيجي بافكار جديدة فما ينفعش جيل جاي من اربعين سنة يعني جاي من اهم الهكسوس يفرض علي افكار مش موجودة يعني بالنسبة لي بقى جاي من اهم الهكسوس بصراحة بقى بقى المشكلة نبشل في حياتنا ونتعقد في حياتنا ونبقى بنعمل حاجة احنا مش هعاوزينها ومش رادينا وبنبذل بقى مجهود مضاعف انك تمشي فيها مش تنجح فيها تمشي فيها ما ينفعش لازم الاهالي يعرفوا زي ما انت ما عملت كده اللي هو جبس تقدير مقبول زي ما عملت تقدير مقبول بدلا ما تجيب جاي الجدر وكما انا عاوزيني ادخل محاسبة وبعد كده لما جيت ادرس الدبلوم الدراسات العليا ادخل محاسبة ما هي هي اللي بيشتغل بيها ايو قلت هغلط تاني لا دخلت اقتصاد العالمي وعلاقات دولية وكانت عاجباني بقى فكرة الاقتصاد العالمي وعلاقات دولية اهو دوت برضو يعني الاسرة هي اللي بيبقى لها عامل اساسي في الحتة دي يعني اسرتك هي اللي بتنبهك بتوجيهك للطريق اللي انت ايه الصح يعني انت لو اسرتك شايفك ان انت زي ما انت ببتقول هما بيقولوا لك انا احنا فاهمين اكتر منك احنا اكبر منك في السن وعارفين مش شرط مش كل يعني مش كل حاجة هما اللي بقوا ايه عارفينها وهما اللي يخترها لك يعني الاسرة بيبقى لها عامل اساسي في ان انت ايه لو في مثلا موهبة زي انا مثلا كده في الرسم كانوا بي اسرتك كلها كانت بتحفزني كانت بتقول لي يرسمي ما عارفش ايه والكلام ده كله فبيبقى الاسرة هو اللي بيبقى لها عامل اساسي قوي عن الموضوع ده فيه نقطة كمان اكيد اسرتك انت بقى يا شريفي اللي دمرتك كده انا عارف قبضة تقوليش فلا ده فيه فكرة كمان لما بيحفزك في مجال انت بتحبيه بيأثر على كل المجالات التانية يعني اهلك لما حفزوك في مجال الرسم ده هي انعكس على مجالات تانية في حياتك اكيد طبعا اكيد ده هو دالله مشكلة احنا ما بنابقاش واغدين بالنهم هم بقبلش واغدين بالهم وياثروا عليك بقى والزن بقى الزن 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 عالو ده هنقمر امريم السحر طبعا واهم يعني...اهل بيبقوا خبراء في الزن لا ويشترت عليك ولي هو هو يشترت في انت لازم تخش دي انت طال Stella ما احناقولنا هتخش مثلا كلية ا Habeniy ti dkp bil. ill'. ايه بتقول لو شوف انت دخلت كلية متخفى و بتقول انا دخلت بمقبول مش حاجة كويسة لك ولا نفسها لبي في الفترة انا بقول الفكرة ان انا نفسها في شعبه انا انا دخلت كلية انا يعاوزها في مكان انا مش اعاوزه اور کسر عليه ف اناعاوزه ف او خرجت بتقدير مقبول انا دخلت في مكان ثاني انا كنت عاوزه في مكان يوم اناعاوزه والدراسة الى انا اخترتك خرجت بتقدير جايدا جايد جدًا اح نسك نحن prett Спасибо في مجال تاني خرجت بتقدير امتياز احنا دلوقتي خلصنا المواضيع المهمة اللي احنا نتكلم فيها نتكلم في اخر حاجة وزي ما انا وعدتكم الحلقة اللي فاتت وولتلكم ان النهارده 20 ستمبر 2020 دعوات الفتنة ودعوات الكراهية ودعوات الارهاب ودعوات التوليع في البلد اللي قاعدين برا في تركيا وفي الدول التانية قاعدين يقول ينزل ولع في البلد وعم المزارات النهارده 20 ستمبر النهارده لا سوري النهارده 9 ستمبر 2020 الدنيا هادية في كل ميادين القاهرة وكل مدن نصر والناس بتشرب ميا ساقع وعصير فرش عشان تطاري على مراوح قلبها وبالمناسبة كمان الجو حلو النهارده بس الناس هتطاري على مراوح قلبها اكتر والدنيا هادية الدنيا ماشية تمام الأمن مستتب مفيش لها مظاهرات ولا فيه اضطرابات ولا فيه اي حاجة الناس وعية وعرفة وبتحافظ على بلدها ومش هتنزل تولع في بلدها وفهم ان دوتها يأثر على حياتها فكل دعوات الفتنة ودعوات انزل اتظاهر وانزل كل دعوة لها يجيب نتيجة الناس اللي قاعدة بره تقول الكلام دوت دول كده زي الهواء المعدي مالوش اي تأثير بس هوا ريحت وحشة شوية ليه بقى لانه طالع من بكابورتات فلازم يبقى ريحت وحشة ومع ذلك هو بيعدي برضو مرير الكرام ومش بنحس بيه انا بحاول من مكاني اوصل رسالة للمشاهد المشاهد اللي بشوفني حافظ على بلدك ما تسمعش للبرة النهاردة 20 ستمبر مفيش اي حاجة هتحصل الحلقة اللي جاية هتكون فيه معايا فيديوهات لليوم دوت واوريكوا ان ما فيش حاجة حصلت يعني ما بقولش كلامه بس لأ انا هدعموا في فيديوهات الحلقة اللي جاية تبقى اخر حلقة لها في الموسم وهوريكوا ان ما فيش حاجة حصلت 20 ستمبر وما فيش حاجة هتحصل لعشرين ستمبر ولا بعد كده الاضطرابات اللي حصلت عمرها ما تتكرر احنا شعب واعي ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعباء ويحفظ جيشها ويحفظ عيسى عبدالفتاح السيسي واجهزتها الامنية وهنختم الحلقة النهاردة وكان معي زميلتي الاعلامية المستجدة الجميلة هدير سامي ونشوفكم في الحلقة اللي جاية من برنامج نعم استطيع